هذا الموضوع نريد الحديث مع ضيفنا الكاتب الصحفي نظير مجلي الذي ينضم إلينا في بث حي ومباشر من الناصرة مساء الخير سيد نظير مجلي مساء الخير لك عزيزي شحادي وللقوى المشاهدين والمشاهدات في البداية كيف تكرأ مقاطعة القائمة العربية الموحدة لهذا الاجتماع وكيف تكرأ تصريحات منصور عباس وأيضا تصريحات الطيبة وأيمن عودي أولا تحية لجميع أعضاء كنيسة العرب الذين بدلوا جهودا كبيرة للتقدم في موضوع مكافحة الإجرام اليوم يوجد وعي أكبر لهذا الموضوع هذا من جهدهم وطبعا من جهد رؤساء سلطات المحلية والإعلام والعديد من العائلات الضحايا التي رفعت صوتها ووصل هذا الصوت يدعو تحرنه تنشر خمس صفحات ست صفحات حول هذا الموضوع في عدد واحد وباقي الإعلامية تم رئيس الدولة يقول أن هذه إرهاب وهو رئيس الحكومة يجتمع مع عضاء كنيسة العرب فكل هذه خطوات مهمة يجب أن لا نستهين بها ولذلك كل الاحترام لهم جميعا لكن علينا أن ننتبه هناك محاولة حتى الآن للالتصاق في فكرة الصراعات الحزبية هذا ممنوع حديث عن أن قالوا لي قبل سنتين هذا يعني ماذا يعني تحمل حقدا خلال سنتين والآن تريد أن تنتقم والآن ينتقدون من الجهات الأخرى لماذا لم ياتوا لا ياتوا فليكن هناك ناس في الغرفة وناس خارج الغرفة من جهة مفضل أن يكون هناك الصوتان الصوت الأول الذي يعمل من داخل المؤسسة والصوت الثاني الذي يعمل من خارج المؤسسة طبعا مفضل أن يكونوا موحدين ولكن إذا لم يكونوا موحدين يجب أن لا نرى في ذلك مشكلة ولا يتحول هذا العنف نتحدث الآن عن الانتقام والثأر وما هو الثأر هو الذي يسبب الجريمة لدينا هذه عقلية للثأر فيجب على أعضاء الكنيسة العرب أن يتحلوا بالصبر والمسؤولية أن يذهبوا معا إلى كل النشاطات لأن لا يتركوا بابا ولا إلا ويطرقوه في سبيل هز المجتمع الإسرائيلي هذا ما قاله رئيس الدولة أن هذا إرهاب هذا صحيح هذا إرهاب وعندما رئيس الدولة يقول إرهاب هذا يكون قد اجتمع مع رئيس المخابرات ومع رئيس الشرطة ومع مختلف الخبراء الذين يفهمون في هذا الموضوع ويدركون أنه إذا كانت الضحايا الآن لهذا الإرهاب هم المواطنون العرب البسطاء والمساكين أو أصدران الذين يصفوا حسبات مع بعض غدا سيكون رئيس الشرطة وغدا بعد غدا سيكون يهود وسيكون قائد سجن ريمونيم الذي يتهرب من العمل الآن في السجن نتيجة من التهديدات من عالم الإجرام وهلما جرن يعني هذا إرهاب بكل معنى الكاتب ولكن الكاتب نظير مجلي ألا يمكن تفاهم موقف الدكتور منصور عباس كنا نذكر تلك الجلسة قبل نحو عامين يا رجل لم يتركوه يتكلم من كثر ما قاطعوا في حينه هذا خطأ من دون شك ولكن الآن ليس وقت تصفية حسابات فكرة أنه أنا سأرد لهم الصعص عين الآن هذه الفكرة التي بسببها يموت ناس في الشرع العربي القيادة السياسية يجب أن تكون نموذجا أعلى أنا تحدثت مع الدكتور منصور وأنا واثق أن الدكتور منصور لديه نية مقلصة للنهاية لمحاربة الإجرام المنظم وليس من اليوم وهو فعلا قام بدور كبير جدا أنا أقترح عليه أن يكمل هذا ويترك الخلافات الحزبية الخلافات الحزبية تضعف موقفه وتظهره في مكان آخر لا نريد أن أراه هناك السؤال إلى أي مدى نتنياهو بحاجة إلى مثل هذا الاجتماع من أجل أن يعالج هذا الموضوع يعني نتنياهو الذي رئيس الحكومة أطول فترة من بين رؤساء الحكومات في إسرائيل منذ قيام الدولة يعرف المشكلة يعرف جذور المشكلة إلى أي مدى هو بحاجة لمثل هذا الاجتماع من أجل معالجة ملف العنف والجريمة حتى لو كان نتنياهو يريد استغلال هذا الاجتماع نحن من جهتنا يجب أن لا نفوت هذه الفرصة لنقول له رأينا مرة نقرأ أمامه أمام مساعده أمام الإعلام أمام العالم هذا الموضوع يجب أن يبقى على السطح لن يبقى على السطح إلا مثل هذه النشطات أصلا هذا الاجتماع جاء بعد أن قامت الجبهة بطلب جلسة الأربعين التي طرح فيها هذا الموضوع لأول مرة حكومة إسرائيل لم تبحث هذا الموضوع حتى الآن ولا مرة واحدة بهذه التركيبة الحكومة السابقة قامت في هذا الدور هذه الحكومة بالمرة ولذلك أن يقوم نتنياهو بهذه المبادرة طبعا سيسجل نقاط لصالحه حزبيا وكذلك جانس ولبيت سيسجل نقاط لصالحه بسبب غياب القائمة الموحدة عن هذا الاجتماع بالتأكيد كل واحد يريد أن يستغل نحن من جهتنا يجب أن نستغل كل فرصة لكي نرفع صوتنا في هذا الموضوع لأن الموضوع بات مكلفا كل إنسان عربي اليوم في بيته ليس آمنا ليس آمنا على ابنه في المدرسة أو في الشارع وليس آمنا على نفسه في أي مكان هذا الموضوع يستحق أن لا نترك أي مكان إلا ونظر فيه حتى نطرح قضية ما وطلبنا نعم أحد المطالب هو تعيين مسؤول مشرف على خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي دقائق أو ربع ساعة على الأكثر من قبل بدء الاجتماع ما بين نتنياهو والنواب من الجبهة والعربية التغيير إتمار بنكفير مكتب الوزير إتمار بنكفير يصدر بيانا للإعلام يقول بأن الوزير قرر تعيين عن نيته تعيين مشرف كهذا كيف يمكن أن نقرأ مثل هذا الإعلان من طرف بنكفير؟ يعني بنكفير إنسان فاشل وفاشل حتى نترك موضوع الموقف منه كيمين متطرف عنصري ومتبجع هو فاشل كوزير لكافحة العنف لا عند العرب ولا عند اليهود ما قاله النائب منصور عباس في هذا المجال هو صحيح مئة بالمئة وحكومة طبيعية في دولة ديمقراطية حقيقية تتخذ قرارا بفصله من الحكومة أو نقله على الأقل إلى منصب آخر ولذلك يعرف أنه كان يجب أن يعين شخصية مسؤولة عن هذا المجال لا يعرف من الشخص الذي سيختاره ربما يختار شخصا سيئا بنكفير ينتمي إلى حزب في هذه الحكومة يريد تدمير العلاقات اليهودية العربية يريد تيئيس العرب وتوصيلهم إلى محل أن يهربوا ويهاجروا من هذه البلاد لا يريد أن يعالج قضايا العنف بشكل صادق ربما يكون معنيا حتى بأن يكون هناك عنف متصاعد ومع ذلك طالما هو وزير للأمن القومي مسؤول عن هذا المجال يجب أن نظل نتابعه ونلحقه ونحاسبه على كل ما يفعله إذا فعل شيئا جيدا نقول له شكرا فعلت شيئا جيدا ولكن إذا كان كل ما يفعله هو صورة للتغطي على حقيقة موقفه المعادي للعرب فيجب فتحه وهذا الأمر يتم أيضا بالطريق المتابعة والموضوعية والذكية والحكيمة التي تعرف كيف تجند يهود إلى جانبنا في هذه المعركة هذه المعركة يجب أن ينتبه المجتمع اليهودي حتى الآن لا يدرك أنها تقترب من جلده ومن دمه ولحمه حتى الآن لا يدرك مع أن رئيس الدولة يقول أن هذا إرهاب هم لا يدركون يجب أن يدركوا لكي يدركوا هناك حاجة أن يكون موضوعيا أيضا في التعامل حتى مع شخصية مثل بينكفير نعم الاجتماع اليوم يأتي بعد سلسلة من التحركات التي قامت بها القيادات العربية ليس فقط في الكنيسة المتابعة نصبت خيمة اعتصام عدة أيام أمام مكتب رئيس الحكومة كانت هناك مسيرة السيارات نعم السؤال يعني القيادات العربية سواء رؤساء السلطات المحلية أو لجنة المتابعة أو النواب في الكنيسة هم بحاجة إلى دعم شعبي ولكن الأستاذ نظير مجلي يبدو أنه بسبب أزمة الثقة ما بين الجمهور العربي والحكومة والشرطة الجمهور لا يخرج لا بالألاف ولا حتى بالمئات للمشاركة في مثل هذه الفحاليات نعم هذه نقطة ضعف لدينا أولا أشكرك لأنك لفت نظري إلى نشاطة لجنة المتابعة أنا طبعا قصدت كل النشاطات التي قامت بها الجمهور العربية على كل المستويات وفي مقدمتها لجنة المتابعة التي تلعب دورا بارزا وأساسيا وكانت قد طرحت أول من طرح خطة علمية استراتيجية لمحالجة العنف وبمشاركة خبراء وفنانين محترمين في هذا الموضوع وهذا بدون شك يحتاج إلى الإشارة ولكن نعم توجد مشكلة عدم ثقة بين الجمهور وبين القيادات توجد أيضا مسألة قلق من العنف الشرطة يعني هناك كثير من الناس لا يخرجون إلى مظاهرات بسبب عنف الشرطة وهناك أيضا نعم الكسر في حياتنا نحن العرب في إسرائيل لا نستفيد كفاية من تلك الهبة التي يقوم بها المجتمع اليهودي في الاحتجاج ضد قطة الانقلاب على الديمقراطية مثلا للأسبوع الثاني والعشرين ينزلون للشارع حوالي أربعمائة ألف إنسان نعم ونحن لسنا هناك حتى في حالات المطر حتى في حالات الطاقس المتطرف رأينا الألاف في الشوارع إن لم يكن أكثر نعم المهات الألوفينا نتحدث عن 200-300 ألف وآخر شهرين بصلت لها حوالي أربعمائة ألف وهذا شيء مشرف يجب أن نتعلم منه ماذا يقولون الله ما بسمع من الساكت علينا أن نتحرك ونرفع صوتنا القضية خطيرة للغاية تؤثر على كل شيء في حياتنا وفي مستقبل أولادنا وأحبادنا ولذلك يجب أن لا نبقى قنوطين في البيت يجب أن نستعيد هذه الثقة ونذهب إلى نشطات خصوصا إذا كانت نشطات مقررة بشكل مسؤول ومحددة بشكل مسؤول ليس فيها فوضى وليس فيها استضامات بمبادرة العرب مع الشرطة كل هذا مهم لكي تنجح مثل هذه النشطات نعم أنت ضيفنا على أساس الحديث عن هذا الموضوع ولكن لا أريد أن أنهي هذه المقابلة قبل أن أسألك عن المفاوضات الجارية في مكتب رئيس الدولة بخصوص قضية التغييرات في جهاز القضاء يبدو أن الأمور تتعقد من يوم إلى يوم أنا أشك أنها تتعقد الصحية أعتقد أن هناك أمور تجري في تحت السطح ولا يكشفونها ربما لكي تكون المفاجأة جيدة وإيجابية هناك تقدم في عدد من الخطوات وهناك خلاف عميق في عدد من الخطوات حتى الآن لم تنتهي وخصوصا أن رئيس الدولة لم يحدد لها موعدا بل أن رئيس الدولة يخطط أن تستمر هذه المفاوضات كما تستحق الشرط التي تستمر فيه هي أن لا يتم تمرير قوانين ضمن إطار الخطة الحكومية للإنكلاب على الموضوع الموضوع عمليا رئيس الدولة يمط الموضوع يمتد ويمتد حتى يبرد الشارع ربما تبرد أيضا عملية الاحتجاج ونتنياهو يوافق على هذا الاتجاه مندوب نتنياهو هناك هو أقرب شخصية إليه من الناحية السياسية درامر المعروف أنه وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة هو الذي يفاوض باسم نتنياهو هناك ويعمل كل ما في مستطاعه لكي تكون الأمور هادئة ومستمرة بشكل إيجابي ولذلك أعتقد أن هناك خطة عند رئيس الدولة أن يمدد ويمدد ويمدد حتى تهدأ الأمور في هذه الأثناء الولايات المتحدة ترى أن الأمور لا تتسير في اتجاه إقرار قوانين ربما هذا يفرز شيئا ما في الحكومة المتطرفون يتركون الموضوع من جهة وحملة الاحتجاج تخبو من جهة أخرى وعندئذ تهدأ الأمور وتمر من دون هذه الخطة هكذا أعتقد أن الأمور تسير هذا ما يوحي به رئيس الدولة تكلم عن هذا في مؤتمر سيريا قبل أسبوعين وقال أن هناك خيوط إيجابية جدا في الموضوع ولا يريد أن يتكلم عنه أريد أن أشكرك الكاتب الصحفي نظير مجلي كنت معنا في بثحة مباشر من الناصرة شكرا لك عجيزي شعني المشاهدون والمشاهدات العزاء نخرج الآن إلى فاصل إعلاني سنعود بعد قليل مع المزيد من الملفات فابقوا معنا اشتركوا في القناة